السلام عليكم حبيبات المشتركات الغالية إن شاء الله تكونوا بألف خير وعافية صلوا على الحبيب المصطفى اللهم صلي وسلم وبارك على سنة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم جبت لكم هذا العلام عالم فلسطين حبيت يعني لي ما تعرفش فيش تخيطه حبيت نوري لكم طريقة الخياطة واش نحتاجه اللي هنا يا عبنا أربع ألوان عبنا الأسود والأخضر والأبيض والأحمر عبنا يعني تقدري تشري مترا مترا من كل هذا يعني نوعية القماش لا دبلر لا دبلر اللي نبطنو به يعني ليفستو كامل هذا هو نوع القماش لا دبلر ثمن تاوية تراوح من عشر ألف حتى تلتاشين ألف يعني يقول واحد كيفاش يبيعو أشري مترا مترا ثلاث ألوان مترا مترا أما الأحمر يعني تشري ثنين متر إنه ما يشحيك فيك تحتاجي منه يعني أكثر أكثر من الميترا واش نديره اللي هنا يا الطول درنا ثمانين سانتي متر والعرض درنا عشرين سانتي متر إذا حبيتي هذا المقاس تاوية ثمانين سانتي متر حبيتي تصغري نقصي ديري ستين سبعين كما تحبي الطول والعرض نقصي ديري خمسة عشر يعني لحسب الكوبر تاع العلام يعني دلكم مقاس يعني مو كبير مو صغير مقاس مليح نبدأ أول حاجة نجيبو هذا الأسود ونبدأ نديرو الطول هذك ثمانين سانتي متر ونديرو العرض عشرين سانتي متر بعدنا هذا المقاس نديرو منه ثلاث قيئة اللي هي الأبيض والأسود والأخضر هنا نديرو بالتباشير حددنا الطول هنا نحدو العرض يعني حاولوا باش كترحوا تشرقوا ماش حاولوا باش تقولوا للمحل هذا كلوا بلي حنخيطوا على فلسطين ساعدنا شوية ولك الأجر يعني لأنه حن تدو تخدموهم وتبيعوهم وثمن تحهم يعني نقصوا منه شوية وحطوه يعني ديروهم في شحيحة وخلوه يعني الفلسطين يعني حبيت وما عرفتو شوي توجهوا توجهوا جمعية الباركة تلقاوها يعني في يعني سقصوا عليها تلقاوها وين المكان متاحة اللي يتلقاوها في فيسبوك تلقاوها بزا في جمعية الباركة تواصلوا معهم يعني يقول لكم بلاسة اللي تحطوا فيها يعني الدرام هذك يعني ري متوفرة بزا في جزائر يعني كينا كامل في ولاية جمعية الباركة الخيرية لإغاثة يعني أهلنا في غزة حاولوا كل واحدة تدير شحيحة في الدار وتعلموا لدها يعني هذه الشحيحة يحطوا فيها الفلسطين ولو قليل جاهدوا بالمال قبل النفس هذه هي بعد ما قصينا القطعة الأولى يعني هذه اللون الأسود قطعنا الأبيض كذلك زيدوا الأخضر بنفس طريقة كتلكم 20 سنتيمتر على 80 سنتيمتر والعرض 20 سنتيمتر هنا في هذه الخياطة التاع عند هذو المراحل ثلاثة سهلين أما المرحلة المثلث هذك شوية صعبة يعني تحتاج إلى دقة وتحكموها بليزي بانج يعني باش تثبتوا هذا هي بعد ما فصلناهم في ثلاث قطاع تحبو تحب تطوول ديد مترا فيها ولا ديد مترا على 25 سنتيمتر يخج لا ثاني كبير يعني هذا يرجع لكم تحبو تكبروا لتصغروا يعني المقاس تحبو تصغروا على هذا المقاس صغروا يعني بيكون ثمن مشغالي يقدروا بزاق الناس يشيروا وإنه ما يغلاش على فلسطين شوفوا هنا بعد ما خيط لقيت القطاع مع بعض شوفوا كيفش تديروا هنا متحتاج إلى سرجة شوفوا هنا ديروا كفة الشغلية راكم ديروا في كفة يعني خيطها للداخل هنا الخياطة تكون بلون خيط لون الأبيض شوفوا هكا وديروا كفة بهذا الشكل كامل دخلوا هذه الخياطة يعني ما تقعد شدبان كل شي يقعد الداخل بهذا الشكل يعني تجوا من جهة الأبيض وتخيطوا بهذا الشكل باش جيلها في نسيتاكم خدمتكم من قيام تخيطها ونرجع لكم تشوفوا الشكل شوفوا هنا الشكل كيف خرج هذا الشكل يعني اللي خيطنا من فوق أما وجه العلام شو كيف تخرج ما شاء الله تخرج انقية ها ما تبعنش كامل يعني ما كانتش انتفاذك تاعة الخياطة ما كانوا له كل شي يجي دارق من الجهتين من بعد ما كملنا خياطة هذة وكل قينا ما قيطناها نديروا كفتها واحد سنتيمتر حاولوا باش تكبروا الكفة باش يجيكم العلام يعني شباب يخرج المنظر تاعة وشباب ديروا واحد سنتيمتر العرض كيما هنا ندير نقص نصف سنتيمتر مخرج للشباب كيما كين ديروا واحد سنتيمتر هاي هنا كيف خيطتها هنا جت الكفة كبيرة شوية جت شابة هنا نمر طريقة خيط هذك المثلث وهذك يعني اللي حني نديروا فيه يعني هذك العلام بتاعنا ونخلو ثني سنتيمتر من كل جهة يعني اللي حني نديروا لها كفة هذي القطعة حوالي فيها تقريبا وحد لخمستاش سنتيمتر هاك هكذا خمستاش سنتيمتر والطول تحا كتكم ديروا الطول العرض تعال العلام وزيدوا ثني سنتيمتر من كل جهة لنديروا بها كفة من بعد نقص هذه القطعة ونخلوها على جانب هنا قلت لكم دائما كتشروا باش تخدموا احتولوا شيته بزاف يعني كونت دائما الأحمر يكون يعني زايد أنا شريت شيت لكن شيت نفس القيمة شيت نفس كما شيت الأخضر الأحمر يعني الأبيض شيت كامل كيف كيف لكن يعني ما كفانيش على حساب القماش هذا يعني ابقى القماش هذا الأحمر يعني ما قدنش باش نكمل العلمواد لذيك قلت لكم زيدو شيرو كثر دائما يكون يعني القماش الأحمر كثر من القماش الألوان الأخرى وهنا شوفوا هنا نحاول باش نيرو ذاك المثلث هنا الحاجة الصعيبة في العالم هذا الفلسطيني المثلث هذا نحاول باش تفصل زوج قطعة عندكم قطعة تندير من وقطعة تندير من يعني الجهة الخلفية ويكونوا على نفس المقاس يعني نفس نخيطين في نفس المكان هنا نحاول باش يعني قماش نسووه هنا نحاول باش يعني ندير أقل حاجة يعني أقل حاجة نسعدوا بها أخوتنا في فلسطين يعني مبادرة ولكن تكون كل خياطة يعني بعثوا أولادكم الجوارين يعني شوفوا ما تردوش يقولون ما تباعوا الناش ولا بحثوا أولادكم الجوارين أقول لهم بالليل نحن ساهموا في نسبة من المال هذا العالم لفلسطين إن شاء الله تكون يشيروا عليكم بهذا السبب هذه هي شوفوا شنديروا اللي هنا عدنا 25 سنتيمتر طول هذا المثلث 25 أبدا العرض تعهو عرض العلام مطبيع على 2 كيف ما راكم نشوفها كذا ونديروا الشكل مثلث بهذا الشكل يعني هبطنا 25 سنتيمتر والعرض درنا طوينا العلام على 2 يعني هذا المثلث يجينا في الوسط تعهو أبيض لهذا الشكل بعد نقصه ها كذا نقصه هذا المثلث يبقى لنا نفصل المثلث آخر شوفوا هنا حاولوا باش يعني تسو القماش تعاكم وما يخسر لكم يعني متخسر القماش حاولوا باش تبيز المكان المناسب لحطوا فيه ذاك المثلث ويتخرجوا مثلث آخر شوفوا هنا من بعد نحكم بليزي بانجل يعني بهم يعني القماش هذا شوية يهرب حاولوا باش تثبته بليزي وهنا بعد ما تثبته نجيبه المقص ونقصه على سبزة المثلث اللي درناه في الأول هذا الشكل يعني من الشرط يعني يتاعوا باش يكونوا كيف كيف يعني باش ما يقبلكم ش في الخياطة يعني يجيكم نفس المقص من الخلف والآن هاي هنا يا عم مثلث يعني ثنين مثلثات هي الطولة تاحهم 25 سنتيمتر وعرث تاحهم على حساب العرث تاع العلام تاعنا وهذه القطعة اللي يعني نحن خيطوها من الفوق يحيد ديروا فيها هذا المطرق تاع العلام وارتحها حوالي 15 سنتيمتر وطول تاحها طول تاع العلام زائد يعني 4 سنتيمتر تاع الكفة وهنا هشوف المثلث كيف اخرج لنا في العلام هنا تحب تدير كيف من هكذا ما عند هش سرجي تحب تدير كفة لكن شوية يعني راح تدل كفة في الأول بعد تحط يعني هكذا مقلوب تحط على العلام وتبدأ تثبت فيه ومن بعد تزيد الجهة الأخرى بنفس الطريقة لماذا سرجي أما اللي عندها سرجي تسرجي هم من بعد تحط هم وتخيطهم مع بعض هاي هنا بعد ما سرجيتهم من الأحسن يكون أنا شريط الخيط الأحمر يعني الخيط الأبيض هذول الكلفني مع القماش الخيط الأبيض والخيط الأحمر يعني تشيل الأحمر بش تدير به سرجي أنا تركبت كامل الأحمر يعني بش تدير الله في نسي شابة واني قدرت كامل السرجي في الألوان ثلاثة يعني في لون الأحمر هنا نخيط ونحاول نخيط ذاك المثلث ونطبق على سب المثلث حاكم بليزي بانك حاكم بليزي بانك حتى يثبت لكم كامل حاولوا ما تقلبوش دير الجهة مع يعني كل واحدة مع خط نفس كما تفصلناهم كيف كما تطبقوهم مع بعض هكذا تحطوا هذاك الوسط على المثلث مع الوسط على الخلف مع خناية وبعد خيطوا كما راكم تشوف هاي ثبتوا مع بعض الخلف والأمام نفس يعني الشكل وبعد نجيب هذاك القطعة التاع اللي فصلنا هذة 15 سنتيم ونحط هكذا ونخيط ها مع يعني خلو 2 سنتيم من جهة و2 سنتيم من جهة ونخيط عادي وبعد ندير له كفة من الجهتين هكذا بهذا الشكل ندير له كفة والجهة الأخرى ندير له كفة نخيط ها ونرجع لكم شوفوا هنا بعد ما خيط ها ندرت لها كفة والجهة الأخرى كذلك ندرت لها ذهني كفة وبتيت نقلب كما راكم تشوف هكذا ندلها الكفة ندخل كل شي اللي بداخل ونبدأ نخيط بهذا الشكل حتى نصل للنهاية هذا هو الشكل الخيط هذا العلام الفلسطيني يخرج ما شاء الله يخرج رائع هذا هو خيط بعد ما خيط وحددته للأحسن تحده بشي بين شباب شوفوا هنا تقدر تخدمه بساتن إذا كان عندكم بساتن هني خرج لكم ثاني كشباب هذا هو العلام تاع فلسطين إن شاء الله ستكونوا استفدتوا وما تنسوش في هذه ديروا هذه الحملة تاع كل بيت بعلم فلسطيني في الجزائر إن شاء الله وحن الجزائر المعروفين حبنا الفلسطين وحاولوا نورثوا هذا يعني هذا الموروث تاعنا يعني حب لفلسطين حاجة كبيرة حاولوا باش خلوها راسخة في عقل أولادنا هنا أشوفوا حاولوا كده تخيطوا كامل خيطوا وملاقوهم بهذه الطريقة يعني لقوه كامل ومن بعد بدون ديرهم في ذاك الأحمر هكذا باش ما ظلوش تبدلوا في الخيط يعني خيطوا هذه كال يعني الخيطوها فصلوه كامل هذو الألوان خيطوهم لقوهم مع بعض ومن بعد ديرهم هذاك الأحمر هذي وصلنا لنهاية هذا الفيديو إن شاء الله تكونوا اسفلتوا ما تخلوش الفيديو عندكم بارتاجوه ماكسيمو قالوا لي تعليقاتكم ولي جام وبرتاجوه كامل في الجروب باش خيطات يشجعوا ويخيطوهم يعني ولما عرفتش وين يعني جمعيات الخيرية توصل معايا في فيسبوك تلقوا خلوكم الرابط الفيسبوك التاعي في صدق الوصف توصلوا معايا ونخبركم واش من جمعية وكيفاش توصلوا لهذه الجمعية أما ثمن البيع تاع هذا العلام في هذا المقاس اللي تطلقكم تقدر تبيعوه خمسين ألف يعني والبرتاج تاع النسبة هذك اللي حد نحطوها الفلسطين تتراو وحبين خمسة عشين ألف عشر غلام حتى عشين ألف إذا حبيتي لأنه احنا مجدل مصدر ربح حبينا يكون هذا العلام في كل بيت جزائري هذه المبادرة اللي درناها ما تنسوش دعواتكم الأخوانتنا في غزة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته